بمناسبة صلاح ودي حاجة سبحان الله مش انا اللي بقولها ده اليورجين كلوب اللي قالها النهاردة يورجين كلوب مين يورجين كلوب المدير الفني الالماني لنادي ليفر بول اللي بلعب فيه محمد صلاح وسادي ومانيه قايل كده تصريح النهاردة كده بالفم المليان والحقيقة انا انبسطت قوي 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 قال ايه يورجين كلوب لما سألوه ان انت ازاي اشركت محمد صلاح وسادي ومانيه بسرعة كده بعد ما نجعوا من الريح للمرهقة بتاعت كأس الامم الافريقية وما نتهمش اسبوع او عشر تيام راح عشان يحصل لهم استشفاء واستعادة للياقة البدنية فقال كده باللفظ قالك محمد صلاح وساد يومانية عندهم قدرة استثنائية ورائعة على الاستشفاء وعندهم لياقة بدنية ممتازة والسبب مش انا اللي بقوله والله ده هو قالك السبب انهم لا يتناولون المشروبات الكحولية وارجعوا لاصل التصريح بتاع يورجين كلوب قالك عشان ما بيشربوش مشروبات كحولية ما بيشربوش خمرة فجسدهم قادرة على التعافي بشكل ممتاز فانا رجعوا لي من رحلة بتاعت كأس الامم ولقيتهم جاهزين وقررت الدفع بيهم يورجين كلوب يقول عدم تناول محمد صلاح وساد يومانية للكحوليات واحد من اسباب قدرتهم البدنية والياقتهم المرتفعة ولا تعليق طيب في حاجة تانية الاول فيه ايوه شوقي والحقيقة انا مش عارف اتأخر ليه هذا القرار النهاردة اتحاد الكرة في اجتماعه قرر توجيه الشكر للكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي المصري لكرة القدر هو والجهاز المعاون له شكرا يا كابتن شوق طيب شكرا مش توجيه الشكر بس كده توجيه الشكر يعني انهاء مهمة لان انتو عارفين انه بقاله كام شهر دلوقتي افتكروني كده امتى تم تعيين شوقي غريب مديرا فنيا جديدا للمنتخب الاولمبي هو كان مدير فني للمنتخب الاولمبي لحد الاولمبيات بتاع التوكيو اللي فاتت وبعد ما خلصت الاولمبيات المفروض عقده انتهى بعدها بكم يوم اجتمع المجلس القديم بتاع اتحاد كرة القدم المصري برئاسة المهندس احمد بجاهد وقرر تكليف او تعيين الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا من جديد للمنتخب الاولمبي وساعتها احنا تحفظنا وقلنا ليه ومش ليه وكذا وبتاع لكن الامر استمر النهاردة في اول اجتماع لاتحاد كرة القدم المصري اول اجتماع بعد تشكيله الجديد قرر انهاء المهمة وتوجيه الشكر للكابتن شوقي غريب بالمناسبة شوقي غريب واحد من اعز اصدقائي واحبائي ومن الناس المحترمة والمدربين الاكفاء كمان الجايدين جدا اللي انا بحبهم بس دي قصة واللي انا بقوله ده قصة امتى 27 سبتمبر اللي فات 27 سبتمبر اللي فات تم تعيين شوقي غريب مديرا فنيا يعني 27 تسعة وقل 27 يعني خل الشهر تسعة يعني كان في شهر عشرة وحداشر واثناشر وواحد واثنين يعني خمس تشهر هم انا عاش كده بقول لكم القرار ده صح جدا السبب ايه في النهاية المهمة انه ما فيش شغل الكابت شوقي غريب السبب اهو حقول لكم اللفظة اهو فين 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 اه اتحاد الكرة يوجه الشكر لشوقي غريب المدير الفني للمنتقب الوليمبي وجهازه المعاون ترشيدا للنفقات ولعدم وجود ارتباطات رسمية حتى عام 2023 يعني السنة اللي جاية توفيرا للنفقات ولان ما فيش حاجة تتعمل ما فيش حاجة اسمع المنتقب الوليمبي لحد 2023 ما فيش اي ارتباط ما فيش اي تصفيات ما فيش اي نهائيات ما فيش اي مباراة ما فيش اي حال خالص فانا سؤالي بقى ايه اللي خلى الاتحاد السابق يعين الكابتل شوقي غريب ويقعد خمس تشهر لحد ما يجي الاتحاد الجديد اهو ويرهي المهمة وده الحقيقة ليس ذمان في الكابتل شوقي غريب بس ايه اللي كان شايفه الاتحاد السابق من ارتباطات يخليه يعين جهاز كامل شوقي غريب وثلاثة اربعة مساعدين وجهاز طيب بيعملوا ايه طب عملوا ايه الخمس تشهر اللي فات شيء في منتهى الغرابة الحقيقة شيء في منتهى الغرابة زي ما انا زي ما انا تسألت من حوالي شهر ونص قبل كاسر قبل من افريقيا وقلت السيد نيلو فينجادا المدير الفني البرتغالي حد يقول لنا job description بس بتاعه في اتحاد الكرة اللي هو المدير الفني لاتحاد الكرة مش المدير الفني لمنتخبنا مدير الفني المنتخبنا عظيم كارلس كروش وانا مع استمراره في كل الاحوال حتى لو لو بنوفق في مباراتي السنغال كارلس كروش يبني منتخب كويس وخلاص احنا عندنا ثقة فيه لكن اللي انا عايز اعرفه نيلو فينجادا ايه لكن ما علم